إذا متابعينا الكرام في خبار عاجل آخر اليوم ما كنغل أخبار العاجلة صرح السيد فوزي القجاع رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم اليوم وبشكل رسمي على أن المغرب ينوي الترشح لتنظيم كأس العالم لكرة القدم للسيدات سنة 2030 ونعم متابعينا الكرام ما بقيتش عارف شنو بقي آخر ما زال ما غدش ننظمه لأن إذا جينا نشوفوا اللائحة الآن للعدد البطولات والكؤوس اللي غدت ننظم في المغرب غاد نبدوم كأس إفريقيا 2025 غاد ندوزوا الكأس العالم للأندي على ما أظن 2028 إلى 2029 كذلك كأس العرب 2029 كأس العالم 2030 كأس العالم للسيدات 2031 ومعرف شنو بقي آخر اللي غد يقولوا السيد فوزي القجاع أو اللي غد يترح به رسميا غد يترشح له المغرب لتنظيمه ونعم متابعينا الكرام على ما أظن أن المغرب إذا ترشح لتنظيم كأس العالم للسيدات سنة 2030 فغاد يفوز بالتنظيم بجدارة وباستحقاق وطبيعة الحال نحن نشوف كيف أن المجال الكوراوي ومجال الرياضة بصفة عامة في المغرب يتطور بشكل كبير من كأس إفريقيا لكأس العالم لكأس العالم للسيدات وهذا بطبيعة الحال راجع إلى البنية التحصية الرياضية الكبيرة والضخمة جدا لغد يتدار في المغرب اللي كان حاليا ولغد يتدار مستقبلا على رأسهم طبيعة الحال ملعب الضال بيضاء الجديد والكبير للسعاد يلو غد يتكون كبار من برنابيو كبار من كامبنو لطبيعة الحال غد يتوصل لـ 113 ألف مقعد واللي كان نطمحون بطبيعة الحال باش أن المباراة النهائية دي الكأس العالم غد يتلعف هاد الملعب وأنظار العالم بأكمله غد يتوجه للمغرب للمملكة المغربية للثقافة المغربية للترات المغربي للتاريخ المغربي ولمجموعة من الأمور الأخرى بطبيعة الحال اللي غد يكون عنده وقع إيجابي جدا وكبير جدا على الاقتصاد المغربي وعلى التنمية في المغرب متابعين الكرام أراكم في فيديو قاديم اشتركوا في القناة